فشلت سنوات اللشوء بكل تعقيداتها وتحدياتها في سلخ الشعب الفلسطيني عن أرضه وعند كل منعطف يشدد العهد لهذا النهج محاطا بأبناء القضية رفاق الدرب في النضالة هذا المشهد جسدته منطقة ألمني شمال لبنان التي أحيت ذكرى عملية كمال عدوانة التي جرى فيها أسر المناضل اللبناني يحيى سكافة أهلنا الصامدين الصابرين في القدس التحية لكم وأنتم تزودون عن كرامة الأمة أرادوا أن يؤسرلوا القدس ويهودوها ولكن خرج لهم أبطال القدس مدافعين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين نجدد العهد والوعد مع هذا الأسير ومع جميع أسرانا بأن نبقى أوفياء لهم حاملين راية تحريرهم من تلك السجون المظلمة ومن أقصى الشمال إلى الجنوب حيث نظمت حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدة لقاء جماهيريا داخل مخيم الميومي دعما لصمود شعبنا وإحياء لمناسبات شهر آذارة ما زلنا نواجه التحديات متمسكين بالإنجازات التاريخية التي أعادت لشعبنا هوية الوطنية وحضوره السياسي على القارطة الجغرافية رافضين المساومة على قرارنا الفلسطيني المستقل إننا متوسقون بالوحدة الوطنية الفلسطينية تحسق منظمة التحرير الفلسطينية اللقاء حضرته قيادات وأطر تنظيمية في حركة فتح والمنظمة وأنوهت الكلمات بتاريخ الثورة وأبنائها كذلك جددت التمسك بالقيام الوطنية نؤكد على تمسكنا بالتوابط الوطنية وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وإننا نتمن موقف الرئيس القائد محمود عباس والقيادة الفلسطينية على القرارات المصيرية التي اتخذها المجلس المركزي في هذه الفعاليات تتعانق الأجيال وتتكامل في دورها ومهامها داخل مخيمات لبنان يكتسب شهر آذار خصوصية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية التي وإن تشعبت فروعها غير أنها متجذرة بقيام الحق والعدالة زينة عبد السامة تلفزيون فلسطين سيدة جنوب لبنان